وأخيراً تفاصيل خطة بايدن لإعفاء وإلغاء القروض الطلابية تحياتنا لكم متابعينا ومشاهدينا من قناة الأخبار معكم حسين هاشم وحلقة جديدة ومباشرة من برنامج شوفيما فينا تستعرب من خلاله خبر مهم جداً ومفرح إلى الكثير من الأمريكيين وخاصة الطلاب وهو أخيراً بعد شهور من المفاوضات الداخلية ما بين أعضاء الإدارة الأمريكية وفريق عمل الرئيس جو بايدن تم أخيراً التوصل إلى خطة لإلغاء أو إعفاء الطلاب من بعض القروض الطلابية قديش المبلغ شو التفاصيل وهيك رح نحكي فيه بهيدي الحلقة المهمة جداً بس بدي وضح لقطة كتير مهمة أنه هايدي التفاصيل يمكن تتغير على الأغلب لا بس ممكن تتغير وأنه هايدي ليست يعني أنه بعد عم يتحدثوا فيها حسب ما نحن فهمينين أن المصادر اللي عم تحكي عن هيدا الموضوع أنه الخطة خلصت تم وضعوا الشروط والمعايير وكل شيء كان المفروض الرئيس بايدن يعلن عن هيدا الخطة هيدا الأسبوع في عطلة نهاية الأسبوع ولكن نتيجة المجزرة التي حصلت في مدرسة بولاية تكسس تم تأجيل هذا الموضوع وبالتالي تم تسريب معلومات خطة الرئيس بايدن لإعفاء الطلاب أو إلغاء الكروض الطلابية إلى الإعلام تمام؟ ونحن شو بس يتسرب شيء دغري بنجيبه ونطلع لكم شو عم بيصير؟ اللي عم بيصير إخواننا كما ذكرنا لكم نتيجة المفاوضات اللي كانت عم بتصير الداخلية ونتيجة كمان استطلاعات الرأي اللي كانت عم بتبين أنه نسبة تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن وخاصة ضمن الفئة العمرية اللي هي الشباب واليونج بروفاشنون منخفضة جدا وفي انتخابات هلا أو هيك فبدن هيدا الفورر بلاك هيدا الشباب اللي هنه بيصوتوا بشكل كبير جدا أنه هنه كمان يستميلوا لقالهم هنه وبالتالي هيدا الموضوع سرع بعملية اتخاذ القرار داخل البيت الأبيض والمبلغ اللي عم يتحدثوا عنه هو 10.000 دولار لكل طالب تمام سو المبلغ هو 10.000 دولار كان في مطالبة بالأول من الديمقراطيين أنه سامحونا ب50.000 دولار من شاك شومر وغيره من الديمقراطيين ولكن الرئيس بايدن كان رافض هذا الموضوع وخلال حملة انتخابية كان عم بيقوله أنه أنا فيني سامحونا ب10.000 دولار وهذا اللي حصل بناءا على الخطة اللي عم بتم الإعلان عننا قبل ما يتم الإعلان عنه أنه بدون سامحونا 10.000 دولار خلال يعني كمان الأسباع الماضية والأشهر الماضية كانت إدارة الرئيس بايدن عم بتسامح الطلاب يعني تقريبا ما يقارب 750.000 طالب بمبلغ جمالي يصل لـ 18.5 مليار دولار مستفيدين من البرامج اللي أورادي هي كانت موجودة بس كأنها كانت ما عم تشتغل بشكل صحيح جر صححوها سرعوها سامحوا 750.000 طالب بـ 18.5 مليار دولار طيب مين بيحقله يستفيد من 10.000 دولار إلغاء أو إعفاء من الكرودة الطلابية حيلا شخص بيعمل 150.000 دولار أو ما دون بالـ previous tax year يعني نحن هلا نحن بالـ 2028 بالـ tax return طبع 2021 استدادة ضريبة حيلا شخص عامل 150.000 أو ما دون بيستفيد حيلا كابل بيعملوا file jointly إذا بيعملوا 300.000 أو ما دون كمان بيطلع لهم بيحقل لهم إنه هن لتساي واحد منهم وعليه 10.000 بيسامحوا في اليوم إذا الـ 2 كل واحد عليا 10.000 كمان كل واحد بيسامحوا بالـ 10.000 تابعوا في نقطة بدي يركز عليها هي نقطة تتذكروا أنتو الإدارة الأمريكية عامل باز أو عامل وقف أو تجميد لعملية يعني دفعات القرور الطلابية وهي ده الباز بيخلص تقريبا بنهاية شهر أغسطس شهر 8 ليس من الواضح إذا الإدارة رح تجدد هيدا الباز ده من الخطة بدنا نحكي عنه ليش مهم هيدا الخطة شوية تاب قديش هيدا الخطة رح تكلف الإدارة الأمريكية وخزينة الفيدرالية في رواية المتحدة الأمريكية إذا نحنا سامحنا الطلاب بـ 10.000 دولار لكل طالب إخواننا عم بيحكى أنه بدنا تكلف الخزينة الأمريكية بحدودة 230 مليار دولار بناء على دراسة قامت فيها لجنة الميزانية الفيدرالية في الكونغرس الأمريكي وعم بيقوله وعم تقول هيدا اللجنة لإدارة الرئيس بايدن إنه أوكي رح تكلفك 230 مليار دولار هيدا الخطة بس أنت عامل باز أو عامل وقف للدفعات القروض الطلابية الفيدرالية هيدا الوقف اللي إنت عامله من مارس 2020 صار مكلفك تقريبا هلأ 100 مليار دولار وإذا بدك تستمر فيه لهيدا الوقف للدفعات بده يكلفك تقريبا 50 مليار دولار كل سن فبعتقد أنا يعني بعتقد التلميحة العم بيلمحولوا إياها هيدا المكتب للرئيس بايدن إنه أوكي إذا أنت بدك تسامح بـ 10.000 رجع كمل بموضوع الدفعات القروض الطلابية بس يخلص الميموريتوريوم اللي هو بيخلص بـ August مثل ما قلنا لكم ساعتها أنه بطريقة ما محمولة بتسير على الميزانية طيب طيب هو البنفت فرم داس غير أنه أوكي 150.000 دولار كدخل سنوي و300.000 دولار إذا هني مع بعض مين بدوا يستفيد مين الطلاب اللي بدوا يستفيدوا بناء على الإحصائيات اللي عم تلحكى إخواننا تقريبا كل الطلاب اللي هني عندهم كروض طلابية بيقدروا بحدود الـ 41 مليون طالب رح يستفيدوا من هيدا الموضوع طيب رح نحط لكم جراف قدامكم هلأ هيدا البيان الموجود قدامكم رح يفصلك بعض الشغلات تقريبا 13 بالمية من القروض الطلابية الفيدرالية هني بعد عندهم 20.000 أو ما دون يعني تقريبا 13 بالمية عندهم أقل من 20.000 بعد على اللون تابعون 17 بالمية عندهم ما بين 20.000 و 40.000 32 بالمية عندهم ما بين 40.000 والمئة الف و 38 بالمية عندهم فوق المئة الف دولار بعد على القروض الطلابية تابعون طيب لسي نحن بنسامح ب 10.000 مثل ما عم بيقولوا الخطة طبعا الرئيس بايدن هلأ حاليا رح نخلي البيان نحن له هلأ طيب كم أمريكي تقريبا يعني شو بيقولوا مثل يعني بينمحة الدين تابعون تقريبا تلت التلت الطلاب اللي عندهم الفيدرال لون يعني كاركرة الطلاب الفيدرالي تقريبا هلأ تلت الطلاب بروح اللون تابعون يعني 33 بالمية من الطلاب بأمريكا عندهم 10.000 أو ما دون وبالتالي إذا نحن سمحناهم بعشر تلاف ساعتها 33 بالمية من هلأ الطلاب اللي عليهم بعد اللونات ما عاش بيصير عليهم اللونات 20 بالمية بعد عليهم ما بين 10.000 و 20.000 21 بالمية بعد عليهم ما بين 20.000 و 40.000 18 بالمية بعد عليهم ما بين الاربعين والمئة ألف وسبعة بالمئة بعد عليهم فوق المئة ألف دولار ككرود طلابية وهذا أمر مهم جدا أنه نحنا ننتبه له فالفكرة العامة البسيطة جدا يعني المبسطة أنه تلت الطلاب اللي عليهم كرود طلابية في دولية رح يلاقوا أنه كرود طبعهم انمحيت ومعشوا عليهم كرود طيب عملية تطبيق هايدي الخطة هل يعني حلو الحكي حلو خطة حلوة بس عملية تطبيقة هل هي سهلة أوكي رح نستعمل 150 ألف 300 ألف هناك تحديات لهذا الموضوع أخوانا حتى لو الدولة هي عم بتقوم بهذا الموضوع لازال هناك تحديات لأنه ليس بإمكان وزارة التربية ووزارة الخزانة الأمريكية أنه تأفصح عن المعلومات الدرائب الخاصة بها أولئ الطلاب في مشروع قانون بالكونغرس موجود هلأ حاليا يسمح لهم بهذا الموضوع بس هيدا المشروع القانون بده سنتين لحتى يفوت ويصير حيز التنفيذ طيب هيدا أول شغلة ما فينش يعملوا أنه هن لحالهم يطلعوا على الدرائب طبع الأيراس وياخدوا معلومات ويسامحوا لحالهم ما فيهم يعملوا هذا الموضوع هل هي ترى في طريقة تانية طيب عم بيقولوا يمكن أنه تعلن شوف بل كي بنعمل براسس سالف براسس لحاله الطالب هو بيعمل لالإنكم تابعه ومنسامحه كمان هيدا عنده صعوبة كتير كبيرة لأنه كتير أشخاص ما رح يستفيدوا منه لهيدا الموضوع طب حتى لو قلنينوا لهؤلاء الطلاب نحنا رح نعملكون سيستم لحاله وانتوا هيدا السيستم من خلاله بتعبوا كمان عم بيقولوا هيدا تمام طيب إذا نحنا بدنا نجي هلأ نطبقها لهيدا الخطة عم بنقال إذا وزارة التربية بدأت تعليمه التربية بدأت طبق هذه الخطة رح تأخذها أشهر لحتى تقوم بهيدا الموضوع فعملية يعني تطبيق هذه الخطة كمان تواجه تحديات وكيف رح يعني يتجنبوا هذه التحديات بدنا نشوف لما يتم الإعلان عن الخطة شو هي الطريقة اللي بدون يستعملوها لحتى يعني يتأكدوا من هذا الموضوع طيب فور الإعلان عن هذه الخطة أكيد التسريبات إعلان رسمي ما فيه إعلان رسمي هيدا إعلان صحفي إذا بدكم كان هناك بعض الانتقادات من بعض الخبراء الاقتصاديين هني عم بيقولوا أنه هيدا هيدا القرار وهيدا الخطة هي غير مسؤولة ومكلفة على الميزانية الفيدرالية اللي هي تعاني من عجز أردي هني ما بينتبهوا للعجز إلا لما بيجي الموضوع للطلاب لما بيجي الموضوع لمساعدات عسكرية لبرة وقسس وحكايات ما بينتبهوا على العجز تمام؟ هلأ غير هيك في بعض الأشخاص عم بيقولوا أنه يمكن أوكي هيدا سبعين بالمية من هيدا الأموال وهيدا القروض رح يستفيدوا منه الطلاب اللي هني بيعتبروهن طلاب أغنياء اللي معهم ما صار وغير هيك بعض الانتقادات عم بتقول طب يخيه سمحتون أنت بعشر تلاف دولار بس كيف ما أنا نحل موضوع ارتفاع تكاليف الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وأنا معهم بهيدا النقطة تكاليف الجامعات من أمريكا والكولوجيز غالية جدا طب أوكي عم تعطينا عشر تلاف بس طب ما هو دي عشر تلاف رجعت أخد صف أو صفين أو سمستر أو سمسترين هو دي أكتر من عشر تلاف بدك بأمريكا وغير هيك كيف بدكن تصلحوا هيدا السيستم النظام الموجود هلأ حاليا اللي أنتوا من خلاله عم تعطوا كروض طلابية اللي هو نظام أورادي كمان نظام فاشل واللي عم بيشرج انترس ليوم الانترس على الطلاب ففي بعض النقاط مزبوطة صراحة وآخر نقطة عم بيسألوا فيها وليس هناك وضوح فيها أنه أوكي أنتوا عم تقعلنوا عن هذا الموضوع هلأ طب فيه طلاب هلأ بدون يبلشوا جامعة بالخريف ويجري بأمريكا لما بدون يبلشوا جامعة دي غري بياخدوا لون هل يا ترى أنتوا رح تشملوا هودا الطلاب رح ياخدوا لون بالخريف بالفول مع العشرة آلاف الإعفاء فهيدي أسئلة مازال على الإدارة الحالية أن تجاوب عليها طيب هيدا كان الموضوع بشكل عام إذا بدنا ننخصه بثانيتين الخطة خطة الرئيس بايدن تم التسريبات من المسؤولين بالإدارة كان المفروض الرئيس بايدن يعلن عننا هلأ هيدا الأسبوع ولكن نتيجة أحداث تكساس تأجلت بدوا يسامح كل طالب بعشرة آلاف دولار اللي عنده هو قرد فدرائي قرد طلابي فدرائي فدرائي ستودونت لون المفروض تفاصيل هيدا الخطة يعلنوا عننا عما قريب ولكن التسريبات عم بتقول الاندفيدول مية وخمسين ألف دولار إنكم والكابولز تلاتمئة ألف دولار إنكم هيدا كانت حلقتنا لليوم أكيد خبر مفرح للطلاب اللي عندهم كرود طلابية وخاصة فدرالية بدنا توضيح منهم كمان عن الطلاب اللي عندهم كرود من بنوك يعني كرود خاصة مش كرود فدرالية إن شاء الله بلكن نحنا بنشمل فيها طيب هيدا كانت حلقتنا ما تنسوا تعملوا شارف للحلقة ما تنسوا تتابعونا تعملونا لايك وفولو ووسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك انستجرام توتر تيك توك ويوتيوب تفعيل جرس التنبيه سبسكرايب على يوتيوب دموا لجروباتنا على الواتس أب وإلى أن ألقاكم بحلقات مقبلي من هيدا البرنامج وبرامج أخرى كما يكون حسين هشل من قناة الأخبار إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر